ما يتبرعش بالدم لمدة محددة مختلفة ست شهور لو كانت حامل وولدت والحمل بتاعها كان كامل تستنى ست شهور بعد الولادة بعد كده يتبرع اللي تبرع بدم كمكيس دم كامل 8 أسابيع أو شهرين لو يعني واحد الطاعم والتطعيم بتاعه ده كان من النوع اللي هو المضاعف ميكروب مضاعفينه عشان نستخدمه كلقاح أو كمصل 3 days لو كان بيستخدم أسبرين أو أسبرين كونتينينج تراكس أي أدوية فيها أسبرين لأنه ده بيأسرع على البلايتليتس فبرضه 3 يام ما تبرعش لا تنبترجع البلايتليتس تستعيد الفانكشن ستعداد داني 48 hours يومين أفريزيس دونر المتبرعين بجزء من الدم زي البلازمة أو بلايتليتس أو ليكوسايتس ترجمة نانسي قنقر